كلنا منعرف إنه المصاري مصدر مهم للأمان خصوصاً إنها بتساعدنا لحقق أحلامنا وأهدافنا وأكيد بتساعدنا لحقق استقلاليتنا هلأ أكيد المصاري ما رح تشتري لنا السعادة بس زي ما قال نابوليون هيل المصاري مش بس وسيلة للشراء المصاري فرصة لتحقيق الأحلام وتحويل الرؤى لحقيقة أنا مريد وهلأ رح نبلش ما منقدر ننكر إن القروض المالية ساعدت مشاريع سواء شخصية أو تجارية بس كمان ما منقدر ننكر إنه أغلبنا بيمشي بالقرض والمعاملات المترتبة عليه من دون ما يكون عارف أوله من آخره ويأما بيتسرع وبيمشي بالمعاملة من دون ما يكون فاهم أو بيغض النظر عن الفكرة وبروح للي بعدها أو ممكن ما يروح ويظل واقف بمكانه شروط القرض، سعر الفائدة، الأقصات الشهرية كلها بتصير مصطلحات أجنبية مش مفهومة اليوم بالحلقة حتساعدنا شذب ذير شذاء هي مدربة في أكاديمية رايز رح تساعدنا نفهم المصطلحات ونحطها بسياقها الصحيح وحنمشي مع بعض لنبسط شو يعني القروض ونقدر مش بس نوصل للقرار السليم بس كمان نعرف كيف نمشي بهيك خطوة بشكل عملي واقعي أكتر مرحبا شذاء أهلا مريد كيف حالك؟ نيحة تمام شرح أخبارك؟ قد الحمد لله شربت قهو اليوم؟ معكم تمام؟ مية بالمية جاهزة؟ جاهزين بدنا نسألك أكمل سؤال عن القروض أنا شخص حاليا بمر بتجربة بدي أخذ قرض فأنا جاي أستفيد منك شخصيا اليوم نحن جاهزين؟ تمام؟ تمام شو رأيك نبدأ؟ خلينا نحكي عن أنواع القروض فيه شخصية فيه سكنية فيه قروض سيارات أعطينا هيك فكرة أو اشرحينها يعني كيف القروض هاي بتشتري أو كيف طريقة عملها؟ تمام هلأ أول شيء أهلا وسهلا فيكم رح أشرح هيك بطريقة مبسطة عن مفهوم القروض بشكل عام لازم نعرف أن البنوك اليوم جزء من الخدمات اللي بتقدمها اللي هي بتكون تقديم القروض سواء كانت للأفراد أو كانت للشركات هلأ موضوع الشركات بشكل عام بيكون شوي أعقد لأنه بيعتمد على الدورات التشغيلية وعلى طبيعة النشاط وطبيعة البزنس اللي عم بيشتغل فيه العميل فاليوم خلينا نركز أكتر وكون الحلقة رح تكون عن القروض الشخصية أو القروض للأفراد فخلينا نركز ونحكي أكتر شو أنواع القروض هلأ القروض بمفهومها أو بالمسمة تاعها هي بتكون بشكل عام واضحة زي لما بدي أحكي القروض السكنية في عندي النوع الأول اللي هو القروض السكنية هذا النوع بيكون لغايات تمويل شراء منزل أو تمويل شراء سكن وبتكون الهدف منه أني أنا أسكن فيه مش لغايات التجارة هلأ هذا القرض السكني بتكون إيش ميزته غايات تجارة يعني واحد بدي أشتري بيت وأجر أو بدي أستعمله لغايات تجارية عشان هيك هذا الموضوع كتير مهم كمان لما بدي أروح على البنك أكون عارف شو هاي الغاية من هذا القرض أحيانا بيكون باي ذا وي يعني فيه فرد طبعا أحيانا بيكون عندي قرض بستخدمه مثلا بكون بحصل عليه لغايات تمويل عقار بدي أشتري أرض وأبني عليها برضو لغايات السكن هذا بقدر أعتبره قرض للأفراد فاليوم هذا القرض شو ميزته بالعادة بتكون مدة سدادة بتكون أطول مدة ممكنة في بنوك بتعطيها لغاية عشرين سنة ممكن توصل لثلاثين حسب سياسة البنك وفي الغالب معدل نسبة الفائدة بيكون نوعا ما أقل من القرض الثانية ورح نركز على كلمة معدل نسبة فائدة عشان إذا لقدام كان فيه سؤال تاني نشرح فيه أكتر هلا النوع الثاني اللي هو القرد السيارة القرد السيارة كمان من اسمه هو بيكون لغايات شراء أو تمويل شراء سيارة سواء كانت سيارة جديدة سيارة مستعملة بيكون فيه شروط لكل نوع من السيارات اللي أنا بحكي عنها وبالغالب بتكون مدة سداده متوسطة أنا بالنسبة إلي بفضل لغاية الخمس سنوات لأنه عمر السيارة مع الوقت بينزل أو قيمة السيارة مع الوقت بتنزل فيه بعض البنوك بتوصل تمويلها لغاية السبع سنوات النوع الثالث اللي هو القرد الشخصي القرد الشخصي شوي هو بالنسبة إلي يعتبر قرد خلينا نقول بيكون عادة لغايات السداد التزامات الشخصية ولازم أنا دائما بحكي أكون حريص جدا لما بدي أخذ القرد الشخصي أعرف شو الغاية من هذا القرد بدأت تكون لحالة طارئة صار في عندي حالات للتدريس في بدي أشتري مثلا أساس بدي أسس بيتي لشغلة معينة هذا القرد الفكرة تبعته أنه أسعار فائدته بتكون نوعا ما أعلى وبالتالي لازم أنا لما أخذ هذا القرد أكون عارف لإيش بدي أخده وليش بدي أعمله مش والله إنه واحد يروح يسحب فلوسه يخليها بجيبت على الفار وفي عندنا كمان الإشي اللي هو بيعتبر أسهل نوع للبروداكت اللي موجودة للأفراد اللي هي البطاقات الاقتمانية اللي كلنا بنعرفها لكروتت كارد هاي برضو تعتبر قروض أنا مش باعتبرها قروض هاي باعتبرها زي خط اقتماني خليني أسميه أو زي مبلغ أنا بأخذه من البنك لغاية تسديد التزامات إليه أنا هذا باعتبره صراحة نوع من أنواع البروداكت اللي هي لغايات المصاريف الاستهلاكية يعني أنا بقدر أسددها خلال السنة أو خلال الشهر ممكن أتحكم بصدادها حسب أنا شو بدي أشتري فيها إذا بتتطلع هم الأربعة عبارة عن مبالغ أنا عم بعطيها لمين للعميل صحيح بس ليه عم بسميها مسميات معينها بالآخر كلها كاش الهدف منها إنه عشان أأكد للزبون أو للكستومرز إنه لما بدك تيجي على البنك بدك تكون عارف شو الغاية من التمويل اللي أنت بدك ياها عشان تقدر تستفيد من أكبر قدر ممكن من كل ميزة من ميزات هاي القروض إذا أنا بدي أخذ قرد سكني عشان أستفيد من المد الأطول نعم إذا بدي أخذ قرد سيارة عشان أستفيد من العروض اللي مؤدة مع قروض السيارات فبالتالي كتير مهم والشغلة الثانية المهمة إنه أنا اليوم لما في بعض العمل على سبيل المثال بيجي بيقولك بدي أخذ قرد شخصي نعم هذا القرد الشخصي بيأخذه بتتفاجأ بعد فترة راح شرفيه إيش؟ سيارة بهاي المرحلة لما بدي يجي بالمستقبل يقدم لقرد لغيات قروض شخصية مثلا بدي أخذ صار عندي حالة شخصية بدي أستفيد من هذا القرد بتفاجأ إنه بالبنوك عادة فيه لمط لكل عميل حسب نسبة دخله صح فبالتالي أنا بكون استنفذت فرصة إني أرجع أمول أو أحصل على القرد الشخصي مع إنه كان بإمكاني أحصل على القرد السيارة وأجعل البنك بكل سهولة أخذ القرد الشخصي وهو أحسن له كمان إنه يأخذ يعني إذا بدي أشتي سيارة أحسن ويأخذ قرد سيارة بالضبط لأنه زي ما حكينا بيستفيد أكتر من الميزات صحيح بيكون في عنده فرص لقدامي يعني أنا اليوم لما بروح على البنك بدي أخذ قرد سيارة لا يعني إن أنا بعد سنتين ما رح أروح أخذ قرد شخصي صح أو ممكن بعد فترة أحتاج إلى إني أخذ قرد سكني فكتير مهم إنه أحدد شو الغاية للتمويل عشان أقدر أعرف شو الفرص أو شو العروض المميزة لكل قرد يعني في بعض البنوك على سبيل المثال بتكون بتقدم قاعدة عروض على السيارات فلي بدأ أروح أخذ قرد شخصي بنسب تمويل أعلى مع إني بعرف إنه هذا البنك عم بيقدم لي قرد للسيارة ممكن على سبيل المثال هو عم بيغطي لي بوليس التأمين ممكن عم بيساعدني يعطيني مثلا سعر فائد أقل فكتير مهم أعرف أنا شو غاية من القرد تمام تمام أنا هلأ فهمت شغلي منك على فكرة كتير حاب أوضحها لأنه كتير مهمة إنه كل شخص فيه له limit borrowing limit خلينا نقول وكل قرد بياخده بيأثر على total limit اللي هو بيقدر يسحبها صح هلأ أقول لك هاي يمكن كمان تتوضح من ناحية البنوك إحنا كمان ليش منعتبرها هلأ بالآخر هو تمويل وهو اقتراض سواء العميل ماخذ مئة ألف شخصي أو سكني أو سيارة قدام العميل نفسه إنت ماخذ تمويل من البنك مئة ألف بالضبط ولكن اليوم إحنا عنا العملاء بيعتمد تقييمهم في البنوك على شو؟ على التجربة التمويلية معاهم قديهم ملتزمين بالتسديد قديهم ملتزمين بسداد القرود بموعدها الشغلة الثانية اللي هو شو نوع الضمانات المقابلة لهاي القرود يعني اليوم أنا إذا باخد قرد شخصي وبيدي أخد قرد سيارة فلازم تكون محفظتي يعني إذا عندي أكتر من نوع من القرود فبرضه كمان ضماناتي بدأ تكون متنوعة جزء من الضمانات دي يكون عندي رهن عقاري إذا ما أخد البيت إذا ما أخد مثلا على سبيل المثال سيارة لازم يكون في عندي رهن سيارة إذا ما أخد شخصي مش دايما البنك بقدر يوصل معاك ل مبالغ كبيرة بالتمويل إذا ما كان في عندي ضمانات بتقابلها الهدف من الضمانات هي مش بس كمان أنا أكيد البنك بده يحفظ حقه بس الهدف منها أنه أحسن كمان وضع العميل الاقتماني أحسن تصنيفه قدام اللي هو كمحفظة بنكية بتكون ممتازة وأساعده بإني أعطيه أحسن الأسعار زي ما بنعرف أنه أنا مثلا لما بكون في عندي ضمانات بتكون الأسعار أفضل يعني بقدر أعطي العميل سعر أفضل عشان هيك لما حكينا بالقرض السكني معدل الفائدة نسبيا أقل ليش؟ لأنه في ضمانة عقارية هذا السؤال اللي أنا جايس أليك إياه معدل الفائدة هاي كلمة الفائدة بتخوف كل الناس كيف الشخص بده يضمن أو شو لازم يعمل عشان الفائدة تكون أقل أول شغلة تتبعا للي حكنا عرفنا الغاية من القرض وبدي أعتبر أنه العميل اليوم وصل لقرار أني أنا بدي أخد تمويل وبدي أخد قرض من البنك اليوم لما أحكي على بارت معدل الفائدة أو على اللي هو إيش أهمية معدل الفائدة أكيد بالنظرة الأولى بروح العميل بيدور على وين أقل سعر فائدة البنك بيعطيه فبصير يدور بين البنوك مين بيعطيني أقل سعر فائدة هيك الوضع الطبيعي بكوه لكن اليوم إحنا لازم نربط هذا الحكي بإشي تاني معدل الفائدة بيعتمد على شغلتين أساسيتين على مبلغ القرض نفسه إنه أنا أدي ما أخد قيمة القرض زائد أدي مدة سداد هذا القرض اليوم معدل القرض كل ما زاد مبلغ القرض اللي أنا ما أخده معناته كل ما زادت قيمة الفائدة اللي بدأ أدفعها على المبلغ فاليوم إذا أنا باجي على البنك بدي أخد 80 ألف أكيد فائدتي ما رح تكون زي ما بدي أاجي أخد قرض بـ 100 ألف هاي أول نقطة النقطة الثانية كمية القرض مبلغ القرض مبلغ القرض الشغلة الثانية اللي هي اللي هو عمر السداد أو جدول السداد الزمني للقرض اللي هو أنا لما باجي بسدد القرض على 15 سنة نعم مش زي لما باجي بسدده على 20 صحيح أو لما بسدده على 25 فبالتالي كتير مهم إني أحدد بالضبط أديه معدد أديه خلينا نقوى جدول السداد المناسب لإلي كمان إحنا ما بنتطلع بس على سعر الفائدة نطلع كمان على شو الالتزامات التانية اللي بتترتب علينا لما بدنا نتقدم للقرض لما بتطلع على سعر الفائدة بدي أتأكد كمان هل في عمولة على القرض هل في عندي مثلا عارف عن موضوع مثلا عمولة الرهن بعرف إنه في مثلا رسوم الطوابع اللي لازم أدفعها في عندي رسوم المخمنين كل هاي الأمور هل أنا مأمنها قبل ما أقرر أني أخذ هذا القرض ولا ممكن ألجأ لأأخذ قرض تاني بسعر فائدة تانية عشان أأمن هاي ظروف فهدولة كتير مهمين لسعر الفائدة كمان في طريقة كتير مهمة بالنسبة لإلي بموضوع الفائدة اللي حكيتها جدول السداد الزمنية للقرض لما بدي أحدده الناس بتقولك كيف بدك تحدد هذا الجدول بهمني جدا أني ألتزم بتسديد القرض بوقته يعني لما البنك يقول لي أنه أنا بقدر أسدد أنه دفعتك الشهرية 500 دينار بالشهر لصداد هذا القصد المفروض أكون أنا متأكد أني أنا بقدر أسدد هذا المبلغ بشكل شهري مش أقرر أني أقلل المدة وأزيد على حالي التزام أصير أقول آه ما رح أقدر أسكر 600 دينار مثلا وأرتب على حالي بالعكس التزامات تانية بدل ما أصير أنا أوفر الفائدة بالعكس رح أصير أدفع فائدة تأخير رح أدفع عمول التجاوز والليه في الغالب بتكون أكتر بكتير من الفائدة الحالية عشان هيك كتير مهم أفهم شروط العقد أقرأ شروط العقد تبع البنك أعرف شو بترتب علي التزامات شهرية وأظل بشكل مستمر أراجع هذا القرد إذا أخذت هذا القرد والتزمت فيه بين فترة وفترة إذا حسيت أنه أنا مثلا دخلي عم بتحسن مش غلط أني أرجع للبنك وأطلب إعادة ترتيب لجدول الأقصى يعني من يقدر نعمل هي أني أرفع الدفعة هذا لأنه بيخليني أوفر جزء من الفائدة أنا أكتب أعرف أنه الواحد بيقدر يتحكم بالقرد بعد ما أنه خلص يأخذ القرد بيقدر يرجع للبنك ويحكي معاه طبعا هلأ أشوف أنا دايما أقول أنه مش طبعا كل شوي بدي أرجع للبنك أعدل لأنه كمان إجراءات التعديل واللي بنسميها إعادة ترتيب أقصاط القرد أو الهيكلات عليها كمان التزامات وعليها رسوم فأنا لما بحس أنا إيمتبعج بقول أنا مثلا لما بتخيل أنه أنا في عندي مبلغ معين صار في عندي زيادة نسبية على راتبي مثلا ومتوقع أنه هاي زيادة دائمة عندي خيارين يا إما بترك حالي بـ Option أني أنا بصير بين فترة وفترة أسكر من مبلغ القرد بشكل تدريجي لحالي من حالي وبالتالي ما بعدل جدول الاستداد أو ممكن لما بتأكد أنه القسط رح يكون بهذا الشكل مناسب بقدر أراجع للبنك وقول لهم أنا بدي أسير أدفع زيادة فكلياتها هاي الأمور بتساعد أنها بتخفف الفوائد حيلو كتير أنا كتير عم أتعلم منك أشياء طيب كتير بنسمع بالأخبار بتشوفيها يمكن كل أسبوع تقريبا مش كل أسبوع بس كتير بنشوفها أنه رتفعت الفائدة رتفعت الفائدة رتفعت الفائدة نفسي أشوف خبر يقول نزلة الفائدة شو الناس تعمل بهاي يعني بعرف أنه الأوضاع مثلا الاقتصادية خلينا نقول أو الأوضاع بشكل عام بالمنطقة ممكن تأثر على هاي الموضوع مواضيع خصوصا بالفائدة كيف ممكن الناس يعني كيف ممكن تحكي لهم شو يعملوا بهاي الظروف هل يستنوا يظلوا يستنوا 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 لحد ما تنزل ولا هل في أي تيبس ممكن تعطينا إياها أنه تساعد كيف نفكر بهذا الموضوع هلا إذا بدنا نحكي على الظروف الاقتصادية بشكل عام لازم نحكي أنه هاي ظروف خارج عن إرادتنا وخارج عن توقيتنا وهي بالعادة بتكون بنمرأ فيها الظروف الاقتصادية بايدا ووي مش بالضرورة بس بتكون أوقات أنه بتتأثر بس بس على سعر الفائدة بتأثر حتى على قدرتنا الشرائية على مصاريفنا الشهرية بترفع أسعار خلينا نحكي الأمور اللي أنا السلع اللي أنا وكنت بشتريها بشكل يومي فبترتب عليه دايماً التزمات إضافية إذا بدي أحكي عن أسعار اليوم إذا بدي أحكي أركز على القروض وأسعار الفائدة من ال يمكن سمعنا آخر فترة إذا بتتذكر قبل سنة أو سنتين كان دايماً كل المواطنين يكونوا قاعدين على التلفزيون البنك الفيدرالي رفع الأسعار معناته شو تأثيرها على قرارات البنك المركزي والبنك المركزي شو بديه يعمل لما بيصير في عنا رفع أسعار مثلاً من خلال سياسة البنك المركزي بتلاقي هاي الأسعار وين بتنعكس بتنعكس على القروض وعلى الوداء على البنوك وبالتالي بتوقع أنا إذا أنا ما أخذ قرد وبالعادة القروض دائماً أسعار الفائدة بتتكون متأثرة بالوضع الاقتصادي فبالتالي أسعار فائدة بدأت تتغير كمان مثلاً على سبيل المثال لما بيكون في عندي التضخم الركود كل ياته هذا بيأثر على الوضع الاقتصادي بشكل عام وبالتالي أنا إذا ما أخذ القرد فأكيد هذا رح يأثر على أسعار الفائدة رح يأثر على مبلغ القسط اللي أنا بدي أدفعه وبالتالي رح يكون دائماً في عندي تحدي خليني أحكي بالتزاماتي الفعلية وكمان شغلة تانية أنا بقول أن الظروف الاقتصادية كمان مش بالضرورة بس أسعار الفائدة أقترض ولا أجله مثلاً للسنة الجاي لحد ما أتوقع العقرات تنزل على سبيل المثال أوقات باجي بلاقي في بعض مثلاً بيكون في عندي السوء بتأثر بالعرض والطلب حتى بين البنوك أوقات بتلاقي في بنوك صارت فترة معينة عم بيكون في عندي عرض كتير على القروض وبالتالي أسعار الفوائد ممكن تكون أقل فبالتالي بقدر أنا أني أستفيد من هاي خليناً نحكي الـ ووقت ما بيكون في عندي ارتفاع بهاي الأسعار يمكن أجي أقرر إنه مش هذا الوقت المناسب لإني أنا أخذ القرض أو التمويل فهذا بيدلنا على شغلتين إنه أنا شو الستراتيجية لابدي أشتغلها بمرحلتين إذا أنا كنت ماخدة قرض أو إذا أنا لسه ما أخدت إذا أنا مش ماخد التمويل بدي أرائب السوق أتأكد إنه هل هذا هو الوقت المناسب لإني أحصل على القرض أو لا أتأكد إنه اليوم هو أنسب لي لقرض أنا بدي أخده سكني وبدل ما أخده بـ 80 ألف أخده بـ 70 لإني وفرت هاي الدفعة بدل ما أدفع فوائد للبنك ولا مثلا ولا هل الوقت المناسب اليوم لإني أغير سيارتي ولا أنا مش بحاجة اليوم لغايات التمويل العميل اللي وما أخذ قرض فاليوم شوي التحدي تبعه أكبر لإنه تأثير زيادة سعر الفائدة إذ أوريدي صار فأنا اليوم إذا تأثرت بزيادة أسعار الفوائد بيكون في عندي أكتر من حل الحل الأول إنه بدي إذا كان في عندي فوائد نقدية وأنا شايف أسعار الفوائد بارتفاع فليه ما أخفف وأسدد جزء من قيمة القرض وأخفف على حالي فوائد إذا حسيت زي ما حكينا قبل إني بقدر أتحمل شوي زيادة بأقصاطي مقابل إني أوفر شوي من مصاريف الاستهلاكية وأسدد التزاماتي البنكية بيكون كمان كتير أحسن وكتير أسهل من إني أنا أسير أدفع فائدة على الفائدة لأن أنا اليوم كل ما بأجل الأقصاط كل ما بتزيد علي الالتزامات مثلا إذا قررت إني أجل أو إذا قررت إني أتأخر فبتصفي هي عملية إني أنا صراحة أخطط لمصروفاتي أحاول أقتصد شوي بالالتزامات اللي علي بدها تخطيط كتيرا وأعطي بريوريتي بصراحة دايما للديون اللي فيها كلف يعني دايما الديون اللي عليها كلف أعطي دايما بريوريتي بتزديدها حتى عشان هيك لما أنا جاء أقرر أنه بدي أسدد عندي مبلغ من المال وبيدي أسدد القرد دايما بروح بفضل أني أسدد القرد اللي فائدته أعلى ومش اللي فائدته أقل عشان دايما أنا أكون بسي عشان ما تتراكم في عملة بتقولك طب أنا عندي قرد ليه بدي أسدده بايدا ويداك تعرف شغلة كتير مهمة أنه البنك بالعكس اللي بيشجعه أنه دايما يعطيك تمويل هو العميل اللي بياخد قرد ضمن احتياجاته بيسدده وما عنده مشكلة يرجعه يطلب مرة تانية بالظبط فهذا بيعطيك بالعكس بيعطيني كردت إضافي أني أنا عم بسدد القرد عم باخد على قد حاجتي ما باخده زيادة ما باخده أقل وعم بلتزم بالتزديد فإذا سددت اليوم ما بيمنع بعد شهرين بعد سنة سنتين أرجع أخذ القرد بسعر ممكن يكون مناسب إلي أحسن حلو كتير حلو كتير حلو كتير طيب هذي كل يوم واحد صاحبي عادي يشرح لي إيش اسمه بلون بايمنت ما فهمتش ولا إيش منه فبمنك معنا ممكن تشرحيننا إيش يعني بلون بايمنت بلون بايمنت هذا مصطلح كمان كتير نحكى فيه هو قديم في البنوك واللي يمكن البنوك بيعرفوه بس هلأ أكتر الناس صارت تعرفوه لأنه يمكن ظهر كتير بشكل كبير آخر سنتين لما صار فيه عندي ظاهرتين اللي هي الأولى أول شي شو معنا كلمة بلون بايمنت بلون بايمنت هي دفعة أو بنعتبرها الدفعة الأخيرة من آخر عمر القرد اللي بتكون قيمتها أعلى بكتير من قيمة القسط الشهري اللي أنا بلتزم فيه كمثال أنا مااخد قرد بسدد منه 500 دينار شهري بلاقي أنه آخر عمر القرد آخر عمر للقرد أو آخر قسط للقرد بيكون بـ 30-12-2026 بكتشف أنه هذا القرد قسطي 10,000 دينار صار معيني أنا متعود أدفع 500 دينار شهري أو مثلا 5,000 دينار آخر 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 بتكون صارت 5,000 دينار يعني أضعاف من عمر القرد هاي أول نقطة هلأ الفكرة الأساسية أنه بالتالي هي عبارة عن دفعة غير الدفعات الفعلية للقرد يعني أكبر بكتير من القيم الفعلية للقرد وإحنا بعتبرها أنا بصراحة أحيانا إذا ما كانت مرتبة من البداية فهي دفعة غير صحية للقرد لأنه تخيل أنت مطلوب منك أنت متعود تسكر 500 دينار تتفاجأ بعد نهاية سنتين ثلاثة مطلوب منك 5,000 دينار وإنت راتبك محدد أنك تدفع منه 500 500 صح هلأ اليوم الفكرة الأساسية أعرف كيف تكونات هاي البالون بيمنت بالضبط وكيف بقدر أساعد أني أحلها هلأ البالون بيمنت تكونات أنه قبل فترة صار في عنا ارتفاع بالأسعار الفوائد ارتفاع أسعار الفوائد بيجي العميل بيظل يدفع نفس القصد الشهري يعني هو عم بيدفع 500 دينار ما تغير القصد على الرغم من أنه فائدته زادت صحيح اليوم القرد أو القصد الشهري اللي أنت عم تدفعه للبنك هو عبارة عن شو هو مقسوم جزئين الجزء الأول هو القصد اللي هو أصل الديني اللي أنا متدينه من البنك زائد قيمة الفائدة تحويل الفائدة لآخر عمر القرد بظلهم يتأجلوا يتأجلوا فكل ما بيطير فيه عندي تغيرات بأسعار الفائدة كل ما أنه فرق التغير بهاي الأسعار عم بنضخ كل ياته بآخر عمر القرد فتخيل أنت فائدتك عم تتزايد وعم تتراكم والبالآخر أنا باخد فائدة على البلانس هاي اللي هو الأولى الثانية اللي هي لما بيجي العميل بطلب تأجيل أقصاته بيقدر العميل يأجل أقصاته هلا اليوم زي ما بنعرف وخاصة قبل كمان فترة كان فيه يجي حتى بالأخبار كنا يجي أخبار أنه بيقدر المواطنين أو العملاء يقدر يأجلوا أقصاتهم خلال أشهر معينة بالسنة هلا اليوم برضو نفس الشي إذا أنا بدي أجل قسطي تمام عملية تأجيل القسط ذات مينز أنه أنا عم بحول هذا القسط أو الفائدة تبعته لآخر عمر القرد وبالتالي برجع بعمل Balloon Payment عشان هيك هذا إيمتال لما أنا كمان بدي ما عم بعدل بهيكل الجدول سداد القرد أقصاتي عم بتكون زي ما هي بالعكس أنا اللي عم بعمله بس عم بأجل أقصاتي لأقدام هذا كل ياته رح يأثر على عمر القرد ورح يعمل Balloon Payment كبيرة يعني المبلغ اللي بأجله كل ياته بنحط بآخر دفعة يس وخاصة الفائدة يعني الفائدة كلياتها بتتراكم بآخر عمر القرد هلأ سألتني إذا اللي هو التأجيل مقبول هلأ اليوم أكيد فيه كل حدا فينا بممكن يمر بظروف بحتاج أنه يأجل أقصات أكيد وفي الغالب بتلاقي أغلب الناس بتطلب عند فترة مثلا المدارس عند فترة الأعياد صح بتلاحظ بيجي دائما بيكون فيه مصاريف أعلى فخيار التأجيل بيكون موجود في البنوك ولكن أنا مش لما يكون خيار التأجيل موجود لازم دائما أني أنا أستغله أنا اليوم إذا بحاجة للتأجيل وفعلا عندي حاجة ضرورية للتأجيل باستخدم هذا الخيار ولكن إذا أنا بقدر أدفع القسط لازم أدفعه لأنه التأجيل بيعني بلون بايمنت بيعني زيادة في أقصاتي بيعني زيادة في سعر الفائدة وبيعني أنه كمان عندي ممكن مدة السداد تزيد بجدول السداد وبالتالي هذا كل ياته وإيش بيعمل بيعمل أنه بيزيد كلفة الاقتراض فمتالي عشان هيك البالون بايمنت أنا رح يقول لي حدا يقول لي طب أنا عندي بالون بايمنت شو أعمل شو بالزبط لسا ها بدا أسألك يا شو يعمل هلا البالون بايمنت الخيار الأمثل لإلي أني أنا لازم أفتفتها وأحاول أخفض من هاي الدفعة من قبل ما يوصلها يس آه أوكي يعني بيقدر بيقدر يدفع عليها طبعا من قبل ما يوصل حلو كتير كيف بتكون إذا أنا كان في عندي دفعة مثلا هلأ available فائضة عن حاجتي مش غلط أني أستغلها في السداد المبكر من دفعة البالون بايمنت هاي أول خيار الخيار الثاني لما أنا آجي بدي صار في عندي زيادة بالأسعار الفوائد نعم أسعار الفوائد لما زادت فبالتالي أثرت على قيمة القسط الشهري اللي أنا بدي أدفعه فمش غلط أني آجي أحالي شوي وبدل ما أسكر 500 إذا إمكانيتي بتسمح أني أسكر 600 أسكر 600 عشان أقدر أقلل من تراكم الفوائد والالتزامات علي بشكل أكبر الشغلة الثالث اللي حكناها أنه لقدام إذا حسيت أنه دخلي عم بيكون فيه زيادة فعلية مش غلط أرجع أعمل إعادة ترتيب للأقصاد وأمسك دفعة البالون بايمنت أو أوزعها على جدول سداد القرض بالكامل فبدل ما تكون دفعة الأخيرة 5000 ترجع دفعة صحية والمبالغ هاي كلياتها وبتتسدد على مراحل فهمت أصدق فيه ناس شو بتقولك بتقولك لا خلوها بلون بايمنت ولو وقتها ندبر حالنا فرج لا هذا كمان قرار يعني خطير لسبب السبب الأول أنه مش بالضرورة البنك يوافق لك على أنك تمد هاي الدفعة في المستقبل صحيح يعني فيه عميل شو بقولك بس تيجي دفعة بلون بايمنت نتصرف نرجع بنعملها دفعات هلا يمكن البنك ما يقبل أنه مثلا يعملك إياها وتكون مستحقة الشغلة الثانية لو بده يعملك إياها لو نفترض أنه وافع ويمدلك عمر السداد على مثلا كمان سنتين زيادة تخيل أنت مااخد بيت قيمة البيت كانت 100 ألف أوكي دافع فائدة على البيت خلينا نقول حوالي 50-60 ألف دينار أنت اليوم لما عم تدفع فائدة وعم تمد عمر القرض على دفعة فوائد فأنت هيك قيمة البيت أصلا صارت غير متحققة يعني صارت لا توازي قيمة القرض اللي أنت صفي خسران فصفي أنت زيك أنك خسران فأنا عشان هيك الفكرة أنه لازم كتير أكون حريص بأنه أحاول دائما أسدد التزاماتي بأسرع وقت ممكن ولما أحتاج إشي إضافي أعمله قرار التأجيل قرار مهم كمان بدي أأكد على معلومة أنه مشكل دائما البنك يسمح بالتأجيل ممكن يكون يسمح لك مرة أو مرتين بالسنة فأنا إذا ما أخذ الخيار التأجيل سهل جدا وبقدر أجل كل خمس دقائق وكلما يجيني مثلا لاتسي في بعض البنوك على أبليكيشن تعطيك خيار أنك تأجل فإذا أنا بدي أجل كل مرة لما أكون عن جد مضطر غير الالتزامات أني يترتب عليه التزامات تانية لما أكون أنا مضطر بهذاك الوقت أأجل بيجي البنك بقول لك سوري ما بدي ما بيضبوط أني أأجل لك فبتصفي أنه بيترتب عليك التزامات بالزبط وكمان بيعطي أنا للمستقبل أنا ما أخذ قرد شخصي على سبيل المثال إذا أنا كل يوم عم بأجل عم بأجل عم بأجل عم بأجل هذا بيعطي إنديكيشن للبنك أنه في عندي مشكلة ما بدي أحكي بالعميل أو مشكلة بالسداد في عندي مشكلة بالدخل نعم مش عم بيكون قادر العميل يلبي التزاماته صحيح فهذا شو بيعطي بيعطي لقدام بيأثر أنه أنا بكرة إذا أحتجت قرد لأشي تاني بيعطي زي يعني بالزبط على الهيستري تبع العميل مع البنك وبالتالي ممكن يمنعه أو يكون فيه في أنه ياخد تمويل يعني إذا بدأ نعطي هيك نصيحة سريعة كل حدا يشيك إذا عنده بالون بيمنت صح يعني أنا بفضل طبعا هلأ مش بس كل حدا يشيك إذا عنده بالون بيمنت لازم أنا كل سنة منمم كل ستة أشهر كل سنة أطلب كشف حساب القرد تبعي وأتأكد أنا إيش عم بصير معاي بالقرد صحيح ارتفاعات الأسعار الفائدة شو أثرت على دفعاتي الشهرية بالون بيمنت صار عندي ولا لا كيف بدي أحاول أخفض البالون بيمنت هل أنا مضطر أعمل بالون بيمنت ولا أسدد التزاماتي الشهرية بوقتها وأضغط على حالي شوي بالمنصريف بحيث أني يعني كتير أحسن مثلا إذا أنا بشتري على سبيل المثال ملابس كل بالشهر مثلا حاطط 200 أو 100 دينار مش غلط هاي السنة أنه أضغط على حالي شوي بمقابل أني أسدد قرد عليه فوائد وبالتالي عليه كلفة عشان هيك اللي دايما منقوله اليوم القروض بشكل عام لما بدنا ناخدها دايما لازم يكون فيه إلها أثر إيجابي أكيد إنه ما تكون وعشان هيك ليش منقول اللي هي ما منفضل دايما نعطي القروض للأمور الاستهلاكية أو للمصاريف الاستهلاكية اللي هي أنا أخذ قرد مثلا وأنا مع أني أنا تايت بالكاشفلو وعندي مشكلة يعني خلينا أقول إنه دخلي يا دوب بسمحلي أخذ قرد عشان أسافر إنه رحلة سياحية طب هاي الرحلة السياحية أوكي أنا صح استمتعت وانبسطت وكذا بس أنا عم بدفع عليها قاعد فوائد غير فبالتالي بفضل إني أجلها للسنة الجاي وأحاول إنه إيش أعمل إني أوفر من دخلي بدون فوائد وأستغلها وأستفيد منها أنت عم تعطينا أمثلة منتازة عن موضوع حكينا فيه عن البوژيتي يس فحلو كتير وعم بدفع عليه فائدة طب هاي كلفة آه بس بالآخر أنت عم تاخد بيت فبتحسن وضعك المالي بتحسن ملائتك المالية صار في عندك أسد بالضبط أنت مالك بيت بالضبط نفس الشي السيارة لكن أنا أخذ قرد عشان مثلا أشياء غير ضرورية فبتصفي أنا عم بكلف حالي التزامات إضافية ممكن لا سمح الله أي تغيرات بالدخل تبعتي تأثر على اللي هي الالتزامات تبعتي حكيتي هلأ سيارة أكيد يعني يمكن إذا الناس بتطلع على أهدافها بتشوف أنه أقرب هدف إشي تشتري أو تتملكه السيارة بعدين البيت بيجي صح يعني إذا بتقدر تشتري بيت قبل ممتاز بس إذا بجيب سيارة أظن أنه معظم الناس أعتقد أنه عم بدوروا يعرفوا كتير أكتر عن قروض السيارات كيف ممكن شخص يحدد أو إيش نصائح من تعطينا إياها كيف واحد ممكن يحدد شو أنسب وقت أو نوع أو يعني للسيارات هلأ أنا بتوقع قروض السيارات هي يمكن من أسهل وأسرع القروض وأبسطها فهما خلينا نحكي حلو كتير لسبب لأنه كمان هي بعتبرها احتياج أساسي يمكن صارت في كل بيت ويمكن الشباب أول ما بتخرج الواحد من الجامعة ويبلش الشغل يمكن أول زي ما حكيت أنت أول إيش بيفكر فيه هو السيارة قبل البيت وقبل أي شيء طبعا طبعا هلأ اليوم بس أنا أقرر أنه بدي أخذ سيارة أول إشي لازم أحدد ميزانيتي أنا كشخص بده سيارة شو وضع المالي أنا اللي بسمح أني أخذ هالسيارة يعني شو نوع السيارة اللي بدي إياها وقدش قيمتها اللي أنا بقدر ألتزم فيها شهريا مش معقول أنا لستاتني مثلا والله ببداية شغلي بأخذ لسه ما مثلا يعني صلي ثلاث أربع أشهر فبدي أتأكد شو السيارة المناسبة كبداية عشان أنا أخذ منها التمويل هاي أول نقطة النقطة الثانية بدي أعرف شو نوع السيارة من ناحية أو شو عمر السيارة أو شو وضع السيارة هل هي سيارة جديدة أم هي سيارة مستعملة يعني لازم يكون عارف إيش بدي يشتري بالزبط قبل ما يروح يقدم على قرد طبعا مش ياخذ القرد ويقول مهم أعطوني عشر تلا خلقنا رحش تسير هل أنا أفضل دايما أني أنا أعرف شو السيارة اللي بدي أها عشان أكون عارف أنا كمان شو نوع السيارة وأعرف شو الالتزامات والتبعيات التانية رح ترتب عليها إذا كانت سيارة جديدة فهيها جديدة عليها وكالة إذا كانت وكفالة إذا كانت سيارة قديمة أو مستعملة أنا أفضل دايما عمرها ما يجاوز الثلاثة للخمس سنين ويكون دايما في عليها كفالة كفالة صيانة كفالة لا سمح الله صار بالسيارة إشي لأنه أنت بالآخر لما بدك تشتري السيارة ذات مينز أنه بدك تشتري السيارة تستفيد منها ورح تكون إلع وبهمك كمان أنه لا سمح الله لو صار أي مشكلة بالسيارة أو كذا يكون فيه الصيانة والكفالة موجودة عليها هاي من ناحية أني أنا حددت السيارة اللي بدي أخدها هلأ بالمرحل اللاحقة بدي أعمل سكان أن أدور وين في عروض للسيارات بين البنوك اليوم بهمني زي ما حكينا أول إشي شو سعر الفائد الأنسب اللي أنا بقدر أخذ عليه التمويل بهمني كمان أحدد قديش عمر القرض رح يكون وقديش جزء من الالتزام اللي أنا بقدر ألتزم فيه بشكل شهري لسداد قيمة السيارة وطبعا زي ما حكينا أخذ بعين الاعتبار الخطط المستقبلية لاحقا يعني أنا مش أنا بقدر أدفع مثلا 600 دينار من راتبي بس أنا أو أخذ قرض سيارة بس أنا ممكن بعد سنتين زي ما حكينا بدي قرض سكنية أو بدي أتزوج يصير فيه عندي التزامات خارجية بضرورة تكون التزامات بنكية فبالتالي بدي أعرف أحدد أدي جدول الاستداد اللي بدي أسدده مش غلط إذا كان فيه عندي دفعة أنا محوشها إني أستفيد منها وتكون دفعة للسيارة عشان هيك أحيانا منقول للشباب اللي بيكونوا لساتهم بشغلهم جديد بتلاقي أول سنة بيكون بيستخدم أوبر وبيروح مثلا بمواصلات وكذا فمش غلط أول سنة يأمن دفعة عشان يتمكنوا من السنة اللي بعدها أنه ياخد سيارة بمميزات أحسن الشغلة الثالثة أو الرابعة ما بعرف اللي هي كمان زي ما حكيت إني أتأكد إني أعرف لما بحدد قصة الشهر اللي بدي ألتزم فيه للبنك إنه هو عبارة عن ليس فقط قصة البنك أنا في عندي بنزين في عندي مصاريف صيانة في عندي مصاريف تأمين بدي أعرف كمان إنه أنا لما بدي أخذ هذا القرد شو الالتزامات اللي حوالين هذا القرد تكون علي هذا الإشي اللي كتير ناس بتنساه بالضبط يعني هاي كتير مهمة وبفضل دايماً سواء كان سيارة أو بيت أو أي شيء أي شيء بأخذ عليه تمويل لازم يكون فيه عليه تأمين بصراحة يعني تخيل أنت لا سمح الله عندك قرد سيارة ولا سمح الله صار فيه حادث وضررت السيارة وما كان فيه تأمين فصفة أنت ما فيه تعويض للسيارة وعم تدفع قرد وما فيه فايدة من هاي السيارة ولا قدرت تتصرف فيها ولا قدرت تعود قيمتها ولا قدرت تتبيعها ولا قدرت تعامل فيها إشي فهاي المعايير الأساسية كتير مهمة وزي ما حكينا كمان أدور وين فيه عروض بتفيدني أنا على مستوي الشخصي أنا مش كل العروض بتعني أنها هي ستبل إلي أو مناسب إلي أو مناسب إلي كمان أعرف أنا شو احتياجاتي يعني اليوم فيه عروض كتير عم بتكون على سيارات الكهرباء وعلى سيارات الصديقة للبيئة اليوم أنا لما بعرف حالي عندي مشاوير كتيرة عندي التزامات كتيرة بعرف أنه اليوم قروض السيارات الكهرباء مثلا عم بتكون بأسعار مميزة عم بتكون بأسعار أرخص قروض البنوك عم تدعم البيئة اليوم البنوك بشكل عام دايما عم تدعم البيئة وتدعم القروض تكون صديقة للبيئة فبالتالي أنا هيك بقدر أستفيد أني أخذ سيارة صديقة للبيئة وموفرة وبنفس الوقت بأخذ قرض بسعر فائدة أقل بقدر أستفيد منه أني أحصل على سيارة بأقل الكلف وقل الالتزامات فالفكرة أنه دايما أبحث عن العروض الموجودة جميل مش غلط كمان أبحث عن العروض الموجودة بمعارض السيارات كمان أنا في بعض المعارض بتقولك أنا إذا بتاخذ القرض مثلا من البنك أنا مثلا في تسهيلات معينة البوليس التأمين أنا بأأمن لك إياها مثلا على سبيل المثال كفالة عندي كفالة صيانة مجانية مثلا لمدة سنتين تلت سنين صراحة كل هاي الأمور يمكن بالأول ما بتكون مهمة أو الواحد ما بيهتمها تبين بعدين قاعد بس همه السيارة واللون وهذا وبدو أخذ المصاري وبدو يروح بس سيلة قدام إذا كان الدخل محدود وبدو أدفع عليه على الأد بتكون نوعا ما الأمور هاي تأثر وتأثر طبعا أنا بالنسبة لي هاي يعني بنصح صراحة اللي بيقدر ياخد قرض السيارة ياخده بس يكون بطريقة مدروسة يكون عارف من هون يعني خطط من هون لحد ما يصدق قرض إيه شو بدو يعمل كيف شغله كيف دخله كيف كل هاي الأمور مئة بالمئة ولأني زي ما حكيت لك دائما هي الخيار الأول للشباب كل حذر في السيارة فهي اللي بتبني الكريدت فيستوري مع البنوك في المستقبل أخذ قرض التزم بسدد على الوقت مع عمره تأخر في دفعة فلما يقرر بدو ياخد بيت فبتلاقي بسهولة والله تجربتنا مع هذا العميل كانت ممتازة بالسيارة فواي نت ما نعطي قرض أعلى شوي جميل فهاي كل ياتها بتساعد يعني هي أكتر من ميزة يعني حلو كتير طب خلينا نوصل لأكشن آيتمز للخلاصة بالآخر واحد بدو يقدم مع قرض سواء كان قرض سيارة قرض سكني قرض شخصي أي نوع من أنواع القروض كيف يبلش وين يروح شورة الريسورسز اللي موجودة عنده ممكن تساعده أنه يبلش بهذا الموضوع أوكي أول خطوة القروض في العادة بتتقدم عن طريق البنوك خلينا نحكي بالمرحلة وللأ في قروض من شركات تانية من شركات تمويلية بس كل ياتها بتعتمد في الآخر على وجود كشف حساب للعميل فبالتالي أنا أول نصيحة دايما بنصحها لأي شخص عمره 18 سنة لازم تفتحي حساب بنكي تفتحي حساب بنكي حتى لو ما بدك تاخد قرض اليوم لا يعني أنه أنا فتحتي حساب يعني بدي تمويل بفتحي حساب بنكي عشان أبلش أبني علاقة صحية مع الجهات اللي أنا البنكية اللي بدأت عامل معها هاي نقطة كتير مهمة كتير مهمة رح تقولي طب كشف الحساب شو بيعني؟ بالضبط كشف الحساب أنا دايما بكل قعدة بحكي فيها كشف الحساب أنا بعتبره السي في أو السيرة الذاتية للشخص كيف أنا بكون بشتغل بعدة محلات وبصير أقول هاي خبرتي وهاي تجربتي وهاي كذا أنا بالنسبة إلي كشف حسابي هو اللي بيعكس المعايير والمعلومات الأساسية اللي بدوا إياها البنك اليوم أنا لما بدفع فواتيري على كشف الحساب بيبين إنه دافع المي والكهرباء وكذا that means إنه أنا ملتزم بدفعاتي بشكل شهري لما أنا بد إداعاتي كلها طب أحطها بالحساب راتبي بنزل على الحساب معناته هذا بيعكس إنه أنا في عندي تقدير قديش حجم الدخل الشهري اللي عم بيجيني بشكل شهري بيقدر يحدد قديش أنا حجم الدخل عندي لما بيكون أنا مثلا عامل عندي دفتر شكات وعن بدفع بيجي هالشك وبكون مسكر قيمته on time أو بوقت ما نزل الشك هذا كل ياته بيعطيني معيار أو بيعطي indication إنه هذا العميل ملتزم فقدرت أنا بكشف الحساب أوصل لجزء من القرار الاقتمالي أو من القرار اللي بقدر يأخده البنك إنه أنا في عندي عميل ملتزم دخله الشهري تقريبا هالأدة لأنه أنا حسبت إداعاته اللي موجودة بالإحساب راتبه بتحول عندي على البنك فمعناته راتبه مبين قديش فهاي المرحلة الأولى إنه أنا دايما بقول لازم أفتح إحساب بنكي حتى لو ما أحتاج دلقرض اليوم بالوقت الحالي الآن الشغلة الثانية لازم زي ما حكينا إنه أعرف الغاية من التمويل يعني لما بدأروح على البنك بدأروح أحكي له شو اللي بدي يا ما أروح مش عارف مش عارف شو بدي بالظبط وزي ما بدكم وعطوني المبلغ اللي بتقدروا عليه أي شي أي شي بس أعطوني بتصفي هنا بالعكس حتى بتعطي يعني فكرة إنه أقول لك خلينا مش عارف شو بدهم مش عارفين كيف المصاري كيف كذا الشغلة الثالثة إنه اليوم لما بدي أخذ هذا القرد زي ما حكينا قبل إني أعرف أدي الالتزام اللي بقدر ألتزم فيه بشكل شهري وباي داوي البنك أنا بدراستي زي ما أنا حكيت قلت لك البنك بدرس إدعاتك وصحباتك وبدرس هاي المفاصيل وبيجي بقول لك والله أنت بتقدر تدفع شهري 300 دينار أنا هاي 300 دينار صراحة ما حدا بقدر يقدر إنه بقدر يدفع هذا المبلغ غير الشخص نفسه صحي لأنه أنا فيه التزامات أنا ما بعرفها أنت بكون ملتزم فيها البنك ما بعرفها على الورق 100% عندي بساعد أهلي عندي مثلا داخل جمعية عندي مثلا مصاريف خارجية أنا ما بعرف عنها مش بشتري مثلا يعني يعني التزامات معينة البنك ما بقدر يشوفها على الورق فأنا أقدر واحد أقول أني بقدر أدفع 300 دينار أو ما بقدر فحتى البنك لو قال لي 300 وأنا عارف أني صعب لازم أراجع وأقول له ما بقدر مش بقدر وباخذ وبعدين بروح بمشاكل وبصير فيها يعني بصير فيها تشالنج لقدام بالشغل كمان لما بدي أخذ قرد بدي أدور على العروض الموجودة بين البنوك هلأ كمان هاي موضوع كتير حساس لما أقول أدور بين البنوك أنا دايما مع مبدأ أنه العميل لازم يكون فيه عنده علاقة استراتيجية مع بنك معين صحيح يعني مش بنك إذا زيادة فائدته شوي أكتر شوي أقل أنا بدي أنتقل وأنقل كل ديني وكل كذا عشان زيادة خلينا نقول نسبية بالفائدة اليوم البنك اللي أنا بدي أشتغل معاه بدي بنك بلبيني بكل احتياجاتي التمويلية بلبيني بكل احتياجاتي حتى الغير تمويلية أنه مثلا أنا بالمستقبل لو احتجت مثلا تمويل لو احتجت تثقيف لو احتجت مثلا خدمات غير مالية هل بيقدر يساعدني فيها البنك ولا لا إذا بدي استشارة معينة قدي السرعة قدي مثلا التكنولوجيا متوفرة عندهم يعني ما يكون بس أنا بس سعر الفائدة لأنه كمان في بعض الأمور بتساهم إنها بتأثر على الكلف مش بالضرورة بس على الخروض فعشان هيك كمان أقدر أختار مين البنك الاستراتيجي اللي بدي أشتغل معاه خلينا أقول لأطول فترة ممكنة وبنفس الوقت كمان إذا أنا بدي أكون أختار إنه أعرف أمتى التوقيت المناسب للحصول على القرد وبرجع بعيد لا يعني توفر عروض أعرف أنه أنا في عندي فوائد نقدية بقدر فيها أسدد التزاماتي بقدر أسكرها عن تايم عندي دخل ثابت بعرف قد الدخل في أوقات عملة بتعرف بيكونوا يشتغلوا مثلا عندهم دخل ثابت بس في عندهم بيكونوا فريلانسر أو بيجيهم مثلا حوافز أو بيجيهم أو بيكونوا موظفين مبيعات على سبيل المثال فبيجيهم مبالغ إضافية فبروح بيعتبرها هاي جزء من القرد أو جزء من الدفعات الشهرية الثابتة فأنا ما أرتب على حالي التزامات شهرية ثابتة لإرادات غير ثابتة فلما يجيني دفعة مثلا أنا بألف دينار وأنا ما بعرف إنها بتجيني مثلا كل ست سبعة أشهر مرة ما بروح بقول أنا بدي أدفع لك شهري ألف دينار زيادة فهي كتير مهم صراحة أنا بالنسبة إلي موضوع التخطيط موضوع إني أنا أعرف شو وضع المالي موضوع إني أعرف شو الخيارات المتوفرة في البنوك بشكل عام وموضوع إيمتى أنا أكون عارف التوقيت المناسب لهذا التمويل شاذا أنا كتير استفت منك بالعقس يعني المعلومات اللي قدمتيننا إياها إن شاء الله أنها تكون عم بتفيد كل مستمع كل مشاهد وأنا متأكد إنه رح تفيدهم صراحة إن شاء الله فيعطيكي ألف عافية وحب أشكرك على بالعكس كل اللي حكتي لنا إياها الآن وإن شاء الله إذا أي حدا بيجيكي رح تسعديه إن شاء الله أكيد أكيد هو أي شيء أخير دي أقول لك يا إنه إحنا البنوك دايما موجودة لطاعة تمويل للعميل طبعا البنك إذا بيعتذر في يوم من الأيام فلازم نرجع نعرف شو سبب الاعتذار ونحسن ونرجع ونعرف نرجع للبنك مثلا نقول إنه أنا مثلا قدمت على قرض البنك اعتذر لي أعرف ليه اعتذر لي في أسباب في سبب لو أنا عميل ما عندي ما خاف علي البنك من إنه يرتب علي التزامات إضافية أو ما كانت المبررات واضحة مش غلط إني أرجع راجع البنك وأطلب يا إما مبررات أحسنها بالمستقبل أو أوضح للبنك وجهات نظر مثلا بيكون البنك مش فاهم عليها فهي موضوع القروض موضوع كتير بسيط إذا كان العميل فاهم ومخطط إيش بده بصير موضوع كتير شائك إذا أنا أخدته هيك بدون دراية بدون قراءة لشروط العقد بدون فهم أكثر لشو الأمور اللي بتترتب علي والكلف اللي بتترتب علي مستقبلا أكيد أكيد الواحد بده ييجي جاهز بده يكون عارف وحتى لو ما كان عارف هاي المعلومات العملاء في بنك الاتحاد أكيد رح يساعده يعني أنت بتروح على البنك عشان أم يساعدوك تفهم كل هاي النقاط قبل ما تاخذي أي خطوة إنه في كتير ناس أصلا ما بروحوا وبسألوا اللي بكونوا خايفين أو غير مطلعين على كل هاي المعلومات اللي حكين عنها وأول خطوة إنه الواحد يسأل عشان هيك دائما اليوم عم نركز أكتر حتى عنا في البنك على التسقيف المالي وعلى الخليل العميل يكون في عنده معلومات بنكية يقدر من خلالها حتى لو ما بيحتاج هذا القرض يقدر حتى لما يقرر يكون في عنده كل هاي المعلومات اللي بتساعده على إنه دائما يختار خلينا أقول البرودكت الأنسب المنتج الأنسب فترة السداد الأنسب حتى يكون فاهم كمان هو ليش عم بياخده القرض وكيف يسدده وشو أفضل خيارات إله ياخدها لأنه إحنا في الآخر لما مندور على العميل مندور على علاقة طويلة الأجل مش الفكرة أني أعطي عميل قرض وخلص وخلص ويعلق بمشاكل والبنك لا الهدف طبعه يعني أنا لا أقولك اليوم البنوك بشكل عام إيش هدفها الأساسي الهدف الأساسي أعطي العميل احتياجاته اللي بتلبي توقعاته نعم ويكون فيها مصدر السداد يقدر يسكر هاي الالتزامات من غير أي تحديات أنه هيك الكل بصف في مستفيد فالكل بيكون سعيد بزفت 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 عشان هيك إحنا من الناس اللي لما منقدم القرض منحب يكون العميل قارئ كل الشروط الموجودة فاهم كل التبعيات اللي بدها تصير عليه عشان لقدام ما يصير أي مشاكل وبحب نقطة أحكيها أخيرة أنه لما يصير عندك مشكلة ما تخاف أنك ما تبلغها للبنك اليوم أنا مثلا بكون ملتزم بصداد مبالغ معينة أقصات معينة ما بروح بأجل القسط اليوم وبرج أجله بكرة وبأجله بعده وأنا عارف أنه عندي مشكلة جذرية بدها حل جذري صحيح ما بخبي على البنك مشكلتي العكس بروح للبنك في عندي التزام مفاجئ عشان البنك يساعدني ويحلها بأسرع وقت ممكن لأنه أنا إذا بتركه وبترك المشكلة ما ببلغها للبنك بتتفاقم بمرحلة بيبطل حدا يقدر يحلها فبصير في عندنا تبعيات وإجراءات يعني كل حدا بيغنى عنها صحيح فعشان هيك كتير مهم أنه نعتبر البنك هو شريك إليك شريك بالتمويل شريك بحتى النجاح سواء كان بشخصي أو بشركة هو بحب يكون معك بكل مجالات الحياة خلينا نحكي فبيهمه دائما أنك تكون ماخذ الخيرات الأفضل وتكون مرتاح بالسداد وبالتمويل ولا بهمه يعطيك مبلغ زيادة عنك ولا بهمه يعطيك مبلغ أقل ولا بهمه كمان أنك تدفع أقصاد بمبالغ كبيرة أكتر بكتير من الفنائية اللي أنت بتحتاجها والملتزم فيها شهذا يعطيك العافية بالعكس يعطيك العافية شكرا كتير لكم وشرفتنا وإن شاء الله تكونوا هيك استفدتوا أنا شخصيا استفدت وأنا متأكد يعني ناوي على قرد؟ والله إن شاء الله لما نلاقي البيت خلاص نلاقي البيت نلاقي أول درس ممتاز خلاص ممتاز يعطيكم العافية شكرا وبالنهاية القرد المالي بيقدر يكون سلاح دو حدين لأما بيستغلك أو أنت بتستغله ضروري نكون وعيين بالقرارات المالية اللي بناخدها أكتر وخاصة لما يتعلق الموضوع بقرد مالي كبير أو حتى قرد صغير بعد ما فككنا القروض المالية وآلية عملها الحلقة الجاي رح نحكي عن الاستثمار ليه منحتاج نعمل استثمار معين؟ شو يعني رسك أبيتايت؟ أول رغبة بالمخاطر شو الفرق بين الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المتداولي والعملات مصطلحات أعقد شوي بس لأنه بهذا البودكاست هدفنا نفكك ونفهم ونحلل كل الأمور المالية اللي ممكن تواجهها ونواجهها حتى نقدر نعيش حياة اقتصادية أكتر وعي وحكمة استنونا بالحلقة الجاي والأخيرة ولو حابين تتعمقوا أكتر بتقدروا تقرؤوا مقالات كتيرة عن مدونة بنك الاتحاد أو تسجلوا بأكاديمية رايز للثقافة المالية ولتعرفوا أكتر بتقدروا تزوروا موقع بنك الاتحاد www.benkelatihad.com slash player